بسم الله الرحمن الرحيم هنا استعين نبدأ أول شيء محاضرة رح تكون فيها هي محاضرتنا فيها شوية مراجعة تشريحية أنتو بتعرفوه حضرتكم من قبل ولكن لا ضيرة من يعني مراجعة سريعة بالنسبة للعصبونات المحركة المراجعة التشريحية البحات الدمالية بتعرفوه يعني بحات محركة أولية وإضافية وبحة أمام حركية وفي عنا بحات حسية وفي عنا بحات حركية طبعا تعرفوه حضرتكم من قشرة ينقسم بواسط الأثلام والشقوق للبحة في الصوص الدماغية البحة المحركة الأولية مسؤولة بشكل أساسي عن تنفيذ الأوامر الحركية المحركة الإضافية الدامة لفوق شوي مسؤولة عن إصدار الأوامر المعقدة المخططة المخطط لها البحة أمام الحركية وهي تقعي للأمام والأسفل من بحة المحركة الأولية ومهمت الأساسية مكاملة وتنسيق المعلومات التكوردينيشن تبعها هو الأساسي للحالات السنسيتيف أو السنسيتيفتي الحسية كمان والسنس والسنسوري وأيضا الموتور اكشنز بصراحة أنه بيرتسم الجسم على شكل مقلوب على القشرة للحركية مثل ما بتعرفوا حضرتكم مثل هذا الشكل من قدام لورا من قدام لأدام وهكذا فممكن نقول أنه باختصار سيبليمنتري موتور أرياس جزء مسؤول عن تخطيط وتنسيق الخركة شبهها دكتور العصبية بالباحة المحركة الأولية مسؤول عن تفذي حركة مدير مكتب الوزير والبري موتور تنسيق الحس مع السبل الأخرى ذات الوظيفة المرتبطة حسين حركيا ما هي السبل المحركة؟ هم شيء عندنا هو pyramid system الجملة الهرامية والتي تنشأ من اجتماع عصاب القشر الحركي والقشر الحسي وتكون مسؤولة عن الحركات الإرادية بينما تكون الجملة خارج الهرامية مسؤولة عن حركات اللا إرادية خارج الهرامية extra pyramid مسؤولة عن حركات اللا إرادية فعنشوف عليه الصهار أنه نحن في عنا منشأ لديها الجملة الهرامية من القشر الحسي والحركي الحركي في الأمام والحسي في الخلف وتقصى مضيفيا إلى سبيلين السبيل القشري الشوكي والسبيل القشري البصلي أما عن السبيل القشري الشوكي من اسمه تصل أليافه إلى العصبونات المحركة في القرون الأمامية للنخاع الشوكي والتي تذهب لتعطي تغذية عصبية للعضلات الموجودة في الجرع والأطراف ثانيا السبيل الثاني وهو السبيل القشري البصلي من اسمه تصل أليافه إلى نوع العصاب القحفية في جدع الدماغ وقرب البصلة والتي تعصب عضلات الوجه والعنق الملاحظة الهامة هي تشكل الجملة الهرمية في مكان تصالبها في جدع الدماغ تبارزان هما الفصان الهرميان ومن هنا جاءت تسميتها بالجملة الهرمية ما هو مسير الجملة الهرمية؟ تتصالب معظم ألياف السبيل القشري الشوكي في البصلة تنتقل ألياف المرتبطة بعصاب الطرفين العلوين أولا لأنهما أقرب بينما تتصالب تلك المرتبطة مع عصاب الطرفين السفليين بعد ذلك ثانيا هن الأبعد ثم تتابع مسارها ضمن النخاع الشوكي وتقسمه إلى قسمين أساسيا جملة هرمية جانبية وجملة هرمية أمامية الجانبية تسمى السبيل القشري الشوكي الوحشي والأمامية تسمى السبيل القشري الشوكي الأمامي عودة إلى الجملة الهرمية الجانبية وهي تضم 90% من ألياف الجملة الهرمية وهي الألياف التي تتصالبت في البصلة وتابع مسيرة من الحبال إلى الحبال وفي الحبال الجانبية للنخاء منتهية في القرون الأمامية وهي مسؤولة عن تعصيب الأطراف كما ذكرنا على أما الجملة الهرمية الأمامية فتضم فقط 10% من الألياف وهي التي لم تتصالب في البصلة وهي تتابع مسيرها في الحبال الأمامية للنخاع الشوكي منتهية في القرون الأمامية أيضا في مستوى القطاع الرقبية والصدرية وتقسم إلى قسمين 8% تصالب في النخاع و 2% لا يتصالب والبتة عن ماذا مسؤولة؟ مسؤولة عن تعصيب الجدع بشكل عام حالة سريرية نسبب أغرام الثقبة الكبرى لتضغط على التصالب الهرامي الشلال نسميه الشلال حسب عقارب الساعة لأنه يساب كون التصالب الياف الطرفين العلوين أعلى من تصالب القدمين السفليين أو الطرفين السفليين يضغط هذا الورم على طرف واحد تلو الآخر ينتقل من ساعة إلى التي تليها أو من مكان إلى الذي يليه فمثلا نفترض بدء الورم بالضغط على جهة اليد اليمنى فيصير كالتال يد يمنى قدم يمنى قدم يسرى يد يسرى مما يدلنا على أن موقع الورم في الثقبة الكبرى وهذا شيء تشريحي جراحي عصبي بحت ما هي الجملة خارج الهرامية كما ذكرنا أعلاه مسؤولة عن الحركات الإرادية والانعكاسية وهي تصبح بفضل وجود هذه الجملة حتى تصبح الأفعال إرادية أفعال لا إرادية كالمشي لا بد أن تتشارك الجملتان الهرامية وخارج الهرامية بتنسيق الحركة وتشرف هذه الجملة على الحركات الإرادية أحيانا تضم السبل الأربعة التالية السبيل الأحمر الشوكي أو السبيل الحمراء الشوكي وينشأ هذا السبيل من النوع الحمراء في الدماغ المتوسط وتتصالب أليافه في جدع الدماغ وتنزل في النخاع الشوكي قريبا من السبيل الشوكي القشر الشوكي الجانبي المسؤول عن عصيب الأطراف تنتهي في القرون الأمامية الفقرات الظهرية لذلك يكون تأثيرها محسورا على الطرفين العلويين فائدتها الزحف وهز اليدين أثناء المشي إضافة لتسهيل عمل العضلات القابضة وتثبيت الباصلة كما في وضعية تجنب السقوط يهمنا من المنشأ والفائدة بشكل أساسي وإن تتصالب بالنسبة لدائب باركنسون أول علامات التي تظهر في دائب باركنسون هي توقف هز اليدين أثناء المشي وذلك بسبب إصابة السبيل الحمراء الشوكي إذن ما هو سبب؟ شحي العمل العضلات الباسطة ويثبت القابضة عم يروح الصوت حكيم ما أعرف عندي رأس من على السقوط هو السبيل لديهز الشوكي فضل الدكتور بقول الصوت عم يروح ويجي بص ما أعرف عندي أه حكيم بس راح صوتك شوي فترة زمنية وهلأ رجعتها بعد راح الصوت راح ورجع حكيم راح فترة زمنية ورجع أديش أكتر من 20 ثانية نحنا كنا عند بلشنا يعني عند السبيل لديهليز الشوكي تمام راح أرجع عيده السبيل لديهليز الشوكي شكرا لكم من وين ينشأ من النواة الديهليزية وأنه لا يتصالب تمام يا جماعة وأنه لا يتصالب تمام حكيم فأيته التنظيم التوازن تنسيق التوازن من خلال توازن عمل العضلات تمام من المسؤول عن تثبيت الجسم عند إدارة الرأس منعا للسقوط هو السبيل الديهليز الشوكي هل الصوت واضح بالنسبة لكم واضح الشوكي الأمامي شو مهمته؟ الفانكشن تبعه؟ شو الوظيفة تبعه؟ شو فأيته؟ تسهيل الحركات الإرادية وزيادة التوتر العضلي في حالة الصحوة أو أن يثبت الحركات الإرادية ويقلل التوتر العضلي بحالة النوم إذن السبيل الشبكي الشوكي هام وأنه لا يتصالى بين شئ من التشكلات الشبكية الجسرية البصلية يساير بشكل محاذي للسبيل الشوكي الأمامي يساير حركات إرادية في اليقظة وفي النوم يزيد من توترها في حالة اليقظة ويثبتها في حالة النوم السبيل السقفي الغطى يعني الشوكي من اسمه من أين ينشأ؟ ينشأ من الأكيمة العلوية أين يتصالب؟ هذا يتصالب وين؟ في جذع الدماغ أنه نسعته فوق كمان يساير السبيل القشر الشوكي الأمامي ومهمته هو تثبيت الجذع عند إدارة الرأس بسرعة استجابة لتبهين صوتين أو ضوئين مفاجئ منع للسقوط في عنا صورة هون باليسار الجهاز الحركي الجسمي العسبون المحرك العلوي السيطرة على الحركات الإرادية على اليسار وفي عنا على اليمين جذع الدماغ والسبلة النازلة فيه وكيف تذهب بذل الألياف إلى مسارها النهائي في عصبون المحرك السفلي وكيف يسيطر عليها الجهاز الهرمي والمنعكسات المسؤولة عنها أيضاً الموجودة على مستوى القرن الأمامي النخوعة الشوكي بشكل عام السبل التي ذكرناها هي الأكثر أهمية راح الصوت أيضاً المعدة يا زملاء آآ راح الصوت أنا معمس معكم الآن هل الشاشة واضحة بنسبة لكم؟ آآ واضح ننتقل إلى الفحص العصبي الفحص العصبي بدايةً نبحث عن المصطلحات الشائعة في الضعف العضلي الضعف العضلي يقسم إلى عدة أقسام حسب الشدة وحسب التوزع بشكل أساسي إما يكون في ضعف جزئي أو شلل جزئي أو خزل أو شلل نصفي أو شلل البالزي حسب التوزع ممكن يكون نصفي اللي هو شلل نصفي اللي همي بلاجيا شلل تام في الذراع والساق والجذع بنفس الجانب من الجسم خزل نصفي ضعف الوظيفة الحركية أو الحسية للأطراف السفلية فقط شلل أحادي وهو شلل في طرف واحد عادة في الذراع الشلل الثنائي يصيب الطرفين السفليين وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح في حالات الشلل دماغي الشلل الثلاثي شلل بثلاث أطراف الذراعان وحدى الساقين الرباعي الأطراف الأربعة ويشبه الخزل النصفي لكن الأخير لا يصيب طرفي العلويين مثل الأشكال المرسومة على اليسار المصطلحات السابقة بتفيدنا بالتنبؤ ومكان وتعيين مكان الآثة وتسهيل البحث عنها بحال إصابة طرفين سفليين فقط بارابليجيا نبحث عن إصابة في مستوى العمود الفقري الظهري وللأسفل عند إصابة أطراف الأربعة وإن الروح للأعلى الرقبي وأعلى منه شلل الرباعي شلل نصفي مع إصابة الوجه الإصابة في القشر إذا شلل الرباعي وشلل نصفي مع إصابة عصب قحفي إصابة في جدع الدماغ شلل الرباعي مع سلامة الوجه والأعصابة القحفية فمعته الإصابة في العمود الرقبي الإصابة في العمود الرقبي الآن في عنا مقارنة حكينا عنا سابقا بين إصابة العصبون المحرك العلوي النورون العلوي والسفلي نبدأ بالوظيفة العصبون المحرك العلوي يثبت أو يلجم مناكسات النقاع الشوكي العصبون المحرك السفلي المكون الحركي للمناكسات العضلية نوع الشلل شلل التشنجي أو شلل الرخو شلل تشنجي في العلوي وشلل الرخو في السفلي المناكسات الوترية اجتداد المناكسات في إصابة العلوي وضعفها في إصابة السفلي التوتر العضلي والمقوية العضلية تزداد في إصابة العلوي وتنقص في إصابة السفلي الضمور العضلي لا يوجد ضمور عضلي في العلوي في العام الأغلب وفي السفلي يوجد ضمور عضلي التقلصات الحزمية غير موجودة في العلوي وموجودة في السفلي خاصة في Spinal Mascular Atrophy الضمور عضلي الشوكي المنعكس الأخمصي وعلامة بابنزكي المنعكس الأخمصي بالإنبساط وعلامة بابنزكي إيجابية في إصابة العلوي أما في السفلي منعكس الأخمصي بالانعطاف ولا توجد هذه العلامة المنعكسات الأخرى تغيب منعكسات البطنية ومنعكس العضلة المشمرة وتنخفض سرعة الحركات الإرادية بينما تغيب سرعة الحركات الإرادية في السفلي في العلوي مساحة المنطقة المصابة كبيرة أما في السفلي المنطقة مساحتها أصغر من العلوي المقارنة هامة فيما يتعلق بالشلل تشنج وشلل الرخو المنعكسات القوة العضلية التوتر العضلي الضمور عضم الضمور وبابنزكي بعض العلامات في الفحص العصبي فحص المنعكسات الوترية وهو هام للغاية من خلال قرع على وطر عضلة يجب النظر إلى بطن العضلة وليس إلى نهاية الطرف يعني لازم تقارن الفعل وليس رد الفعل فلما أنت مثلا تضغط على أو تطرق على عضلة مربعة الرؤوس لازم تطلع على الفخذ وما تطلع على الساق لأنه قد لا تلاحظ أي ردة فعل زائدة في الطرف إذا كان المنعكس مشتداً قليلاً فنحسبه بذلك طبيعية فعند الطرق على وطر مربعة الرؤوس الفخذية لازم تطلع على الفخذ لكن الكثير من الفحصين ينظرون إلى الساق ورد فعل الساق حيث أن العضلة موجودة مربعة الرؤوس الفخذية نراقب المنعكس بدلاً من نظر إلى ردة فعله أو حركة الطرف ككل هنا عند تحري منعكس في أحد الأطراف تحصل استجابة في الطرف المقابل ويكون هذا دليلاً على أن الإصابة واسعة ما هو الرمع العضلي؟ وهو تناوب الحركات الارتجاجية بين العطفي والبسطي حركات ارتجاجية تتناوب بين عطف وبسط أثناء إجراء القبض الظهري للقدم بشكل مفاجئ مع المحافظة عليه ويجب أن يكون أكثر من أربع حركات الطبيعي كثيراً أربع حركات المنعكس الأخمص يهام جداً يجرى بوساطة مفتاح يمر على باطن وأخمص القدم من الأسفل إلى الأعلى وعلى بعد سنتيمتر واحد من الحافة الوحشية للقدم ويكون الضغط مستمراً ومتوسراً بشدة متوسطة المنعكس المثالي كيف يحدث المنعكس المثالي؟ ينعطف الإبهام للأسفل وتتقارب بقية الأصابع ولكنه لا يظهر دائماً بهذا الوضوع عندها نأخذ أول شكل للاستجابة عندما لا تحدث استجابة مطلقاً فهذا يعني أن الأدية شديدة جداً بقية العلامات العصبية طبعاً هو يكون إيجابي من عكس الأخمصي ويجب أن لا نجزم أو نثبت التشخيص من فحص هذا المنعكس فقط ويجب أن يكون جملة متكاملة سريرية ونفحص سريري واستقصاءات قصة أيضاً قصة سريري مفصلة ونفحص أيضاً منعكسات أخرى وقوة ومقوية يكون المنعكس الأخمصي أساساً بالانبساط ولكن الجملة الهرمية تشرف على تنظيمه وتلجمه فيصبح بالانعطاف لذلك في حالة الغياب عن الوعي وعند الرضع يكون منعكس بالانبساط لغياب وعدم اكتمال تطور الجملة الهرمية حتى عمر السنة علامة هوفمن وهي تقابل علامة بابنسكي ولكن في أصابع اليد تدل على إصابة الجملة الهرمية والنخاع الرقبي تكون إيجابية إذا حدث ثاني أصابع اليد قيمت عند الضغط على ظفر الإصبع الأوسط إذن ما هي علامة هوفمن؟ مثل علامة بابنسكي لكن بأصابع اليد فوق يعني بابنسكي تحت وفمن فوق إصابة الجملة الهرمية بالدل عليها والنخاع الرقبي إيجابية إذا حدث ثاني لأصابع اليد وخاصة الإبهام عند الضغط على ظفر الإصبع الأوسط خمسة التقلصات الحزمية وهي من علامات إصابة العصب والمحرك السكلي وهي ارتعاشات سريعة ناعمة دورية في العضلة غالبا العضلة اللسانية الضمور العضلي تعد العضلة بين العظمية الظهرية الأولى أولى العضلات التي تبدأ بالضمور بحال إصابة النورون السكلي هذه العضلة أول عضلة هي التي تتأثر بالضمور في حال إصابة العصب والمحرك السكلي هي العضلة بين العظمية الظهرية الأولى ننتقل إلى إصابة جذع الدماغ يقسم جذع الدماغ إلى دماغ متوسط وجسر وبصلة الدماغ متوسط بحيونه العصاب قحفية ثلاثة وأربعة الجسر بحيونه العصاب خمسة إلى ثمانة البصل يتحيونه العصاب التسعة إلى التنعش الآن إصابة جذع الدماغ شو بتعمل؟ إما شلل بصلي حقيقي إصابة محرقة سفلي أو شلل بصلي كاذب هو المحرقة العلوي إصابة جذع الدماغ شلل إما بصلي حقيقي أو كاذب الحقيقي Wavery يكون إصابة من؟ المعصبون محرقة سفلي الكاذب هو إصابة المعصبون محرقة العلوي الآن ننتقل إلى إصابة العصاب القحفية السفلية التسع عشر أدي تحشر نعاش تستقبل نوى هذه العصاب تعصيباً مزدوجاً يعني تاخد تعصيبة من نصفين القرى المخية ولذلك حتى تظهر عراضي جبعا يكون إصابة ثنائية الجانب بالأدرال بالأدرال باي لأدرال باي لأدرال باي لأدرال تدعى إصابة البصلة بتلديات الرتة وعسرة البلع عسرة التصويت ديس أيرثريا رتة ديسفيجيا عسرة بلع ديسفونيا عسرة التصويت إذن إصابة البصلة فيها تلديات تلديات مشانسولة الحفظ رتة وعسرة بلع رتة كلامية ما بحسن بلع منيح ما بحسن يحكي منيح أما عن إصابة أن العسبون المحرك العلوي أو النور العلوي تسبب الشلل البصلية كاذبا سوتو بالبر بالزي ما هي أعراضه؟ ضعف وبطء وتشنج الطرف السفلي للوجه معضلات الفك والحنك والبلعوم والحجرة واللسان اتنين يشتد المنعكس الفكي ومنعكس التهوع ويحدث عدم الثبات الانفعالي العاطفي هي حالة لا يستطيع فيها المريض ضبطا في عالاته فيضحك أو يبكي بشكل مفاجئ بدون سبب وبشكل لا يمكن السيطرة عليه شهد في حوالي خمسين بالمئة من مرضى تصلب الجانبي الضموري ويشاهد أيضا في التصلب اللويحي ولا يعد تابع للتربات المزاج على الرغم من أنه يتميز بتبدلات مفاجئة في انفعالات وتغارب ما تكون شديدة قد يكون البكاء أو الضحك هستيريا في هذه الحالات التي تسمى عدم الثبات العاطفي الانفعالي وهو أحد أعراض الشلل البصري الكاذب في إصابة الرصبون المحرك العلوي إضافة لوجود علامات اجتداد المنعكس الفكي ومنعكس التهوع وضعف وبطأ تشنج الطرف السفلي أو جزء السفلي من الوجه أما إصابة العصبون المحرك السفلي النورون السفلي فإصابته شلالية حقيقية فالبر بارزي شو أعراضه؟ في عنا الضعف وضمور بعضلات الوجه السفلية وعضلات البلعوم والحنجرة واللسان في تقلصات حزمية في اللسان ناعمة وضعف منعكس التهوع بينما هناك اجتداد منعكس التهوع ملاحظات تتشابه أعراض الشلل البصري الكاذب والحقيقي ونميز بينهما من خلال فحص المنعكس الفكي ففي حال كان مشتدا تكون الإصابة بالعلوي أي شلل البصري كاذبا الاجتداد إصابة العلوي بعض الأسئلة التي يمكن أن نجيب على بعضها ما الفرق بين بايبولر وعدم الثبات الانفعالية؟ بايبولر الآن هو شاع ويشاهد بكثرة بين الناس ما الفرق بين ثنائية القطب وعدم الثبات الانفعال العاطفي؟ ثنائية القطب عبارة عن هجمة تكون إما نوبة هوس أو نوبة اكتئاب ولا تأتي لمدة دقائق كما يحدث في التأثير بص الكاذب حيث يبدأ المريض بالبكاء مثلا دون سبب ودون سابقة إنذار بغض النظر عن حالته المزاجية الحقيقية والأهم أنه متبدل بشكل آني إذن ثنائي القطب هجمة على شكل نوبة هوس أو اكتئاب ولا تأتي ولا تأتي المددقاء كما يحدث في التأثير البصلي الكاذب سؤال تاني هل يقع مركز ضبط الانفعالات في البصلة؟ لا بل يقع في الناحية الصدغية بالجهتين البصلة تتأثر به فقط ما هو الطريق الصادر للمنعكس الفكي؟ وبماذا يفيدنا استقصائه؟ الطريق الصادر عبر مثلث التوائم العصب القحف الخامس ويفيدنا في تعيين مستوى الآفة مثلا في حالة الشلل الرباعي لدينا حالتان إما أن تكون الإصابة فوق جدع الدماغ فيكون عندها المنعكس مشتد أو على جدع الدماغ المنعكس غائب هذا كان محاضرة الأولى اليوم ده العصبونات المحركة القسم الأول منه بناخد استراحة خمس دقائق وبنرجع لنكمل محاضرة العصبونات التانية ثم نعرج على الهام منهما وأورام الدماغ حدا عندي سؤال أو استفسار الزملاء العزاء؟ هذا يعطي سعادة شكرا جزيلا نلتقي بكم بعد خمس دقائق إن شاء الله شكرا جزيلا نلتقي بكم بعد خمس دقائق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة